لم يكن هذا التحدي الوحيد الذي واجهه الممثل الأمريكي المبدع والمحبوب توم هانكس خلال مسيرته الفنية فهنا في فيلم كاستوي وعلى جزيرة معزولة تعاطف ملايين المشاهدين مع رجل وجد نفسه وحيدا في جزيرة معزولة مع كرة طائرة صغيرة التعاطف ذاته يلقاه رجل الأوسكار وواحد من أهم الممثلين في سينما هوليوود بعد مواجهته لتحدي جديد ليس سينمائيا هذه المرة بعد أن أعلن هانكس عن إصابته هو وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بفيروس كورونا هانكس ذكر عبر صفحته على انستجرام بأن إصابتهما بالفيروس حصلت في أستراليا وأن بداية الأعراض التي عانوا منها كانت عبارة عن شعور بالتعب وبعض آلام الجسم كما يحدث عادة مع مصابي الإنفلونزة العادية إضافة لشعور زوجته بالقشعريرة وحمى طفيفة جدا ويقيم هانكس رفقة زوجته في أستراليا بغرض تصوير فيلم جديد يدور حول حياة المغني العالم الراحل ألفس بريسلي وكان من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم بعد أيام قليلة إلا أن شركة ورنر بروس المسؤولة عن إنتاجه أطلقت بيانا في وقت سابق أكدت فيه أن أحد أعضاء الشركة من فريقها الموجود في أستراليا أصيب بفيروس كورونا وأنهم على تواصل دائم مع المؤسسات الصحية في أستراليا بعزل وفحص جميع من خلطهم هذا الشخص وكانت أستراليا قد أعلنت عن وجود نحو 120 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن توفي منهم ثلاثة أشخاص لقم إبقاء вечazon باشترا액 لقم إبقاء تدريس أمين شكرا